واحد قال هو كان سائق عربية معه والده وقدر الله أن الحادث حصل حادث وتوفي والده في نفس اللحظة يعني هل بيريسوا والده؟ طيب ولو مات هم الاثنين في نفس الوقتة يعني هنا جمهور العلماء قالوا أقاتل وارث ما بيريسوه يعني زول كتلت زول الحيو رسوه وكذا حتى ولو قتل إذا كان عمدا أو خطأ أو شي في عمد ما دام تسبب في قتل الزول الحيو يورس وما بيريس يبقى الولد ده سائق العربية حصل حادث انقلبت العربية اللي أبو مات والولد نجع يبقى الولد ده ما بيريس أبوه ما بيريس أبوه يعني لين تسبب في قتل أبوه حتى ولو عن طريق الخطأ برأي جمهور العلماء من السلف والخلف بعدين كن ده طبعا الولد ده تسبب في قتل أبوه ده مطلوب مني شنو مطلوب دفع الدية لأخوانه لأن أخوانه بيريس أبوه المتوفي أو ده تسبب في قتل أخوه أن يخد الدية لكن غالبا الأخوان بيعفوا لو عفوا الأخوان واللوم عفت خلاص لكن الزلد ما بيريس ولا يرس من حتى الدية فرضنا الزلد اللبو برضو هنا ما بيريس من الدية برضو ترجمة نانسي قنقر